من فترة زلزال في تركيا دلوقتي فيضان في ليبيا شوية زلزال في المغرب اللهم أجرنا الدنيا كلها بتتحرك تحرك غير عادي بصراحة يعني دلوقتي يوم 11 بيقولوا لك الانترنت هيقطع في كل العالم مش بس في دول معينة في كل العالم أنا بقى 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 تحسالة دي قتل المشاهدين الكرام اللي بيني وبينهم مواعيد ما بعد يوم 11 في مسألة تأجير البيوت ياريت التواصل كله يكون عن طريق الواتساب الواتساب ايه الاتصال يكون مباشر على الموبايل محدش بعتلي رسالة الواتساب لأنه كده كده احنا كلنا هنكون عايشين المأساة ربنا يستر الواحد حياته كلها في الهواء فربنا يستر والله كارثة كارثة يعني أنا الواحد مش مستوعب ازاي هنعيش من غير انترنت ازاي هنعيش من غير الانترنت يا امو حمزة ده على الفكرة بقوله احكمال الاقمار الصناعية تقع كمان بقوله يعني فيها خطورة والست اللي بتطلع تقول اخبار وتخسر دي حاس ان هي مكتوب لها كل حاجة ده زكاء اصطناعي دي روبرت والله دي روبرت يا جماعة يعني الواحد عادي ما هما بيمشوا رأسة روبرت دلوقتي ايو والله صحيح الواحد مش عارف ومتخيل هل انت متخيل ازاي هتعيش من الانترنت هل انت متخيل ازاي هيعد عليك يوم يومين وغير ما تسمع انس اللهي الله المستعان احنا حياتنا مبنية على السوشال ميديا وعلى الانترنت دلوقتي كل شيء بالانترنت انا بكلم ابني بالانترنت حياتنا كلها بالانترنت الواحد على فكرة مش عامل باكب للموضوع دوت في حالة ان الانترنت قطع ازاي هنتصرف ازاي هنتواصل ببعض الواحد بدون جوجل ماب ما بيعرفش يتحرك هنروح فين هنخبط في بعض الواحد مش عارف يسافر انا بقى الايام ستة وستة كده ونقعد مع بعضينا كده بقى نفتح الراديو اللهي ربنا يستر بس على فكرة على فكرة دي تجربة لا انا ما عرفش في حد وراها ولا لا انا مش عايز اتكلم كلام كبير في اللي قناتي كفاءة اللي حصلي لكن لو دي حظهرت فعلا فدي تجربة لنا جميعا نشوف هل نقدر نستغنى على الانترنت ولا لا الجورة في الايام دي وكمان لو اي حد عايز انس او عائلة انس احنا هنكون في ميدان وسط برومج كل يوم بعد العصر هنكون في ميدان وسط برومج انزلوا لنا تعالوا هل نتكلم كل فلوكاتنا هنقولها لايف هناك نراكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر